يا خبر بيض يعني طبعا والله دون انحياز اعتقد العالم الاسلامي كله يتفق معايا مفيش صوت زي اصوات المصريين في قراءة وتلاوة وترتيل القرآن الكريم ورفع الازان قد المصريين خالص فتخيل بقى لما تشوف وتسمع تحديدا تسمع يعني صوت كبير الكبراء وعميد العمداء مولانا رحمة الله عليه الشيخ محمد رفعت الشيخ محمد رفعت اللي بادانه تستريح القلوب وتهدأ الروح تسمع القرآن بصوته تحس ان انت طاير تحلق في السماء وكأنك وصلت الى الفردوس الاعلى وده بجد لازم نسمع الادان بصوت الشيخ محمد رفعت ده صوت مصر في الادان صوت السماء في هذا الادان النهاردة هي ذكرى ميلاد مولانا وفاء الشيخ محمد رفعت الله يرحمه وذكرى وفاته لأن هذا الرجل العظيم ولد وتوفى في نفس اليوم دي من عند ربنا قيثارة السماء اللي بصوته اتفتحت الإزاعة المصرية أشهر قراء القرآن الكريم في العالم العربي والإسلامي قاطبة ولد وتوفى يوم تسعة مايو ميلاده كان في 1882 ووفاته 1950 رحمة الله عليه سبعين سنة عدوا على وفاة مولانا الشيخ محمد رفعت ويفضل صوته جزء حقيقي رئيسي بل هو ركيزة في التقس الرمضاني العظيم بتاعنا تسمع الادان بصوت الشيخ محمد رفعت في صلاة المغرب وبالمناسبة لما هتيجي تسمع الادان بصوت الشيخ محمد رفعت في صلاة المغرب بالتحديد هتسمع صوت جاي من بعيد كده كلاكس واضح إنه التسجيل جي كده يعني المهم إنه يفضل دايما صوت محفور جوه روحك وبيشكل وجدانك اتساع مساحته الصوتية وتعدد الطبقات والقدرة غير طبيعية على إن صوت مولانا الشيخ محمد رفعت يدخل القلب مفيش زيها مفيش زيها